موسيقى موسيقى لماذا تجسد المسيح؟ واحد من أقوى الأسئلة واحد من أهم الأسئلة تجسد المسيح تعتبر معجزة دخول المسيح إلى العالم يعتبر معجزة أيضا هذا الموضوع الذي تبنى عليه الأساسات الإيمانية للمسيحيين وهو طبعا جوهر العقيدة المسيحية أنا أدعوكم أن تشاهدوا معي هذه الحلقة برحب بكل مشاهدين وأحبائنا في كل مكان هذه الحلقة بث مباشر منرحب بتفاعلاتك منرحب بتساؤلاتك ممكن تشوفنا لايف كمان على الفيسبوك وعليوتيوب وأيضا ممكن تشوفنا على القناة الفضائية قناة الحياة وبدعوا أيضا إذا عندك تعليق استفسار يمكنك التواصل معنا ويمكنك تبعث السؤال كمان مكتوب على الفيسبوك منحب نسمع منك ولسيما حلقة في غاية الأهمية أنا أدعوكم تشاهدوا هذه الحلقة بصلي من كل قلبي ولسيما أن هذا الموضوع مهم جدا أن الرب يفتح عيوننا يفتح أذهاننا لنفهم الكتب ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة لماذا تجسد المسيح يصرنا نستضيف إلى برنامج ليكن نور الأخ باسم أندريا الأخ باسم هو الطبيب من مصر وأيضا خادم الإنجيل بيخدم الرب في مصر في الدول العربية وهو أيضا خادم متجول في كل أنحاء العالم وحاليا بيزور معنا في الستوديو أهلا وسهلا دكتور باسم أهلا بك يا خادم الرب الحلو الجميل المستخدم أخ نزار شهيد الرب يباركك لماذا تجسد المسيح سؤال بسيط لكنه سؤال عميق جدا فإذا ممكن تحكي لنا شوي حاضر الأول بقول أنه لو الله أراد أن يظهر في صورة إنسان فهل يستطيع يعني بخاطب المشاهد وبخاطب عقله هل يستطيع الله العظيم جدا أن يتيسد أو أن يظهر في صورة إنسان لأننا بنؤمن أنه المسيح هو الله الذي ظهر في صورة إنسان هل يستطيع أنه قادر على كل شيء فهو يستطيع الحاجة الثانية طب عمل كده ليه ده سؤال حاضرتك عمل كده ليه أكيد عمل كده علشان يؤدي مهمة أو مهام عظيمة جدا يبقى مش بس تجسد يعني أهو كده عشان يعمل شو أو منظر لكن تجسد لأجل أهداف عظيمة جدا جدا هنقول بعضها في هذه الحلقة مثل ما شفت أخ باسم حطينا في الفاصل آية اللي هي مأخوذة من الرسالة إلى العبرانيين إصحاح إثنين هل في أي تعليق عليها أو بتحب تشارك منها هحب أشارك آيات قابليها برضو من نفس الجزء وهركز على الجزء اللي حضرتك حضرتك حضرته على الشاشة هو الرد على سؤال لماذا تجسد المسيح صح نمرة واحد تجسد المسيح بقول كده لكي يعيد للإنسان سلطانه المفقود بسبب الخطيئة نقرأ مع بعض برضو من نفس الأصحاح يقول كده في آية ستة لكن شهد واحد في موضع قائلا ما هو الإنسان حتى تذكره أو ابن الإنسان حتى تفتقده وضعته قليلا عن الملائكة بمجد وكرامة كللته وأقمته على أعمال يديك هنا طبعا كاتب العبرانيين بيقتبس من مظمور تمانية من آية أربعة إلى آية ستة وضعته قليلا عن الملائكة المسيح باعتباره إنسان الإنسان في مرتبة أقل من الملائكة لكن المسيح رغم أنه في تجسده إنسان وفي مرتبة أقل من الملائكة لكنه أعظم من الملائكة لأنه حقق إنجازات عظيمة تخليه أعظم من الملائكة فهنا بيقول أنه كللت على أعمال يديك أخضعت كل شيء تحت قدميه لأنه إذ أخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضع له على أننا الآن لسنا نرى الكل بعد مخضعا له ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت يبقى إذن المسيح لما تجسد الله الذي ظهر في الجسد في شخص المسيح زمان في الخليق الله خلق آدم وصلت وصلتوا على أعمال يديه أعمال يديه صلتوا على الحيوانات صلتوا على سمك البحر الإنسان بسبب خطيته فقد هذا السلطان ما يدرش سلطانه المفقود بسبب الخطيئة وبيقى المسيح كإنسان له سيادة على الخليقة حتى حضرتك لما تلاحظ أنه في امتحان المسيح في البرية كان معه الوحوش كان معه الوحوش إلى أنه هو وضع الأساس بتجسده وضع الأساس ليعيد السلطان المفقود بسبب الخطيئة لكن كاتب العبرانيين بيقول بس إحنا حاليا مش شايفين أنه كل حاجة مخضعة له لكن يستطيع أن يسود على قلبنا وعلى حياتنا ويملك على حياتنا ويملك على بيوتنا إلى أن يأتي الوقت ويسود على العالم كله ويخضع كل شيء تحت قدميه يعني بحب المقدمة تبعة العبرانيين اللي بتقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه أي يسوع المسيح الذي جعلها وارثا لكل شيء الذي به عمل أيضا العالمين الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطيانا صار صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم يعني المسيح أكمل العمل بجدارة صار عنده الكفاءة أن يكون أعظم لأنه فعلا أكمل العمل وإن كان الإنسان في صورة في مرتبة أقل من الملائكة فالذي وضع قليلا عن الملائكة لأنه تجسد لكنه لأنه أنجز إنجازات عظيمة جدا بتجسده فهو رغم أنه في ردبة كإنسان أقل من الملائكة لكنه في نفس الوقت اللي أنه أنجز إنجازات عظيمة جدا فهو أعظم من الملائكة طبعا نحن عم نقرأ في الرسالة للعبرانيين وأكيد فيه طبعا يعني سبب لتجسد المسيح ذكرت أنه ليعيد سلطان الإنسان ليعيد سلطان الإنسان المفقود بسبب الخطي الله خلق الإنسان صلت على أعمال يديه الإنسان فقد هذا السلطان وجد على الأرض إنسان المسيح المسيح إنسان وطبعا في نفس الوقت هو الله الضعب في الجسد فهو باعتباره إنسان لم يفعل خطي وقدوس عاد للإنسان في المسيح سلطانه على الخلق تمام دي واحدة من ضمن الأسباب فضل السبب الثاني ليتمم الفداء والبدلية أنا عملهم زي سجع كده عشان يبقوا محفوظين حلو ليعيد سلطان الإنسان المفقود بسبب الخطيئة نمرة اتنين ليتمم الفداء والبدلية يقول كده لكي يزوق آية تمانية ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم من الموت لكي لماذا يتجسد المسيح السؤال الإجابة لكي حتى تتكرر كلمة لكي في هذا الجزء كذا مرة لكي يزوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد عشان يقدر يموت لكي يزوق بنعمة الله لكي يتمم الفداء والبدلية هل حضرتك هل الله يموت حاشا حاشا لله إن يموت لك الله لما تجسد الله لما الله ظهر في صورة إنسان استطاع بنسوته أن يموت ليس بلهوته اللهوت لا يموت لأن فيه الناس بيسأله طيب شانتوا بتقولوا المسيح هو الله آه الكتاب المقدس يعلن أن المسيح هو الله طيب الله لما مات بيقولوا كده طيب الله لما مات والدفن في القبر مين كان بيدير العالم يا جماعة المسيح هو الله الظار في الجسد حينما مات مات بنسوته لكن حلول اللهوت في هذا الناسوت في هذا الجسد أعطى لهذا الجسد قيمة غير محدودة عشان كده يزوق بنعمة الله الموت لماذا تجسد المسيح نمرة اثنين لكي يتمم الفداء والبدلاء لكي يكون هو الفادي وهون إذا ممكن تشرح لنا شوي أكتر عن الفادي لأنه ذكرت أنه لازم يكون إنسان وبالطبع لازم يكون إنسان كامل بدون شاء إذا في مواصفات أخرى لهذا الفادي اللي بتعطيه الكفاءة أنه يكون فادي حاضر طبعا قبل ما جاوب على السؤال ده أقول هل كان هناك احتياج للفادي ولا أنا كان ممكن أحل مشكلتي ما لو حضرتك أنا عندي مشكلة اسمها الخطيئة لو أنا أعرف أحل مشكلتي ليه الله يتعب ويتجسد وبكده بنؤمن أنه ذاقة بنعمة الله الموت يعني مات للتكلفة الكبيرة دي يعني أنا لا 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 خليك أنت مرتاح وأنا هعرف أحل مشكلتي في الحقيقة بسرعة كده لازم أعرف أنه أنا عندي مشكلة وأنا فشلت في حل المشكلة فالله حل المشكلة عن طريق التجسد والفداء المشكلة بسرعة أنه أنا مذنب وأنا مذنب في حق الله وفي قانون كده يقبله المنطق أنه كلما الشخص المزنب في حقه مقداره يزيد كلما الذنب يزيد يعني سوري لو أنا غلط في واحد مثلا عامل عندي في المستشفى قلت له كلمة مش كويسة يعني ممكن أصالحه بعشرة دولار يعني أو بعشرة جنيه لك لو قلت نفس الكلمة لطبيب العشرة جنيه تنفحش لو قلتها لمدير المستشفى لو قلتها لوزير الصحة لو قلتها لرئيس الجمهورية غلطي في نفس الغلطة كلما الشخص المذنب في حقه مقداره يزيد كلما الذنب يزيد مش كده برضه فأنا مذنب في حق الله قال داود إليك وحدك أخطأت وشرقه قدام عينك صنعت الله غير محدود بإذنبي غير محدود استحقت عليه عقوبة غير محدودة وهي الطرحة في جوهنم إلى أبد الأبدين دي المشكلة أنا مذنب أنا مذنب في حق الله مقدار الزنب يتناسب طرديا مع قيمة الشخص المذنب في حقه الله غير محدود أصبح زنبي غير محدود استحقت عقوبة غير محدودة على عقوبة المحدودة الغير محدودة هي الطرحة في جوهنم إلى أبد الأبدين دي المشكلة طيب حل المشكلة يا باسم حل المشكلة أخ نظار والله خلاص مش هيتجسد عندي أعمال صالحة يعني أنا موزني بعمل حاجات وحشة لكن برضو بعمل حاجات كويسة هل الأعمال الصالحة تكفر عن الخطيئة؟ في الحقيقة لا الأسباب كثيرة أهمها أن الأعمال الصالحة محدودة صادرة من إنسان محدود إلى إنسان محدود فأصبحت الأعمال الصالحة محدودة أنا جاي بميزان حاطت هنا ذنب غير محدود وعقوبة غير محدودة حطت في الكفة الثانية أعمال صالحة محدودة لا تكفر عن الخطيئة أنا دكتور جراح قبل ما ترأى وابقى خادم للإنجيل عملت عمليات أنقصت آلاف الناس من الموت دي أعمال صالحة ولا مش أعمال صالحة؟ أعمال صالحة طيب واحد في الشارع ديئني طلحت الطبنقة ورحت قتلته أروح للقاضي قال له يا حضرات القضاء والمستشارين إني طبيب جراح أنقصت آلاف المصابين عن الموت ده يكفر عن أني أنا أتلت واحد؟ لا برضو هيحكم علي بالمزنوبية فالأعمال الصالحة لا تكفر عن الزنب الغير محدود وإلا أسرق مليون جنيه ده زنب واحد أطلع نصهم أعمل بيهم خمسمائة حسنة يبقى أنا عملت خمسمائة حسنة مقابل زنب واحد يبقى أنا مدين ربنا طبعا لا ككلام لا يقبله العقل الحاجة الثانية أنا عندي إني أتوب يا رب حتوب ومش هعمل كده تاني ماشي طب واللي عملته التوبة لا تكفر عن قضايا الماضي من هنا الله تدخل لكي يحل المشكلة بالفداء معلش طوالت لكن وصلت للنقطة اللي حضرتك عايزها لماذا تجسد المسيح لكي يتمم الفداء والبدلية طبعا عند الله الله عادل والله رحيم علشان ينفذ عادله وينفذ رحمته كان لازم يتجسد وبعد ما يتجسد يكون هو الفادي اللي يدفع أجرة الخطيئة طب الفادي أنا إنسان يبقى لازم يكون إنسان الحاجة الثانية لو إنسان عمل خطيئة واحدة يقول لي أفديك أقول له في مساء كده في المصر يقوله قلت لك يا عبد المعين تعيني لقيتك عايز تتعاني ما أنت محكم عليك بالموت عشان أنت عملت خطيئة فأنا عايز إنسان بس بدون بدون خطيئة قدوس القدوس المولود منك يدعى ابن الله المسيح هو الشخص الوحيد القدوس بشهادة كل الحبايب والأعداء كلهم شاهدوا عن قداسة المسيح لكن حضرتك لو الشخص الفادي ده هيكفر عن زنبي أنا بس يبقى لازم قيمته تسويني أنا لو هيكفر عن عشرة يبقى يتفكي بعشرة يعني يساوي عشرة لو هيكفر عن مية يبقى قيمته سوى مية لو هيكفر عن العالم كله ويدفع خطايا العالم كله يبقى لازم قيمته تساوي أو تزيد عن قيمة العالم يبقى لازم يكون إنسان بدون خطايا قيمته يتفك بكام زي ويقولك الراجل ده تبعشر رجالة ما سبقى لتعبير ده ده الراجل بعشرة يساوي عشرة طيب لازم واحد عشان يكفر عن خطايا العالم كله من آدم لغد آخر واحد ييجي يبقى لازم قيمته تساوي ينفع أو تزيد خير وبركة تزيد عن قيمة العالم كله نمر أربعة لازم الشخص ده يكون ملك نفسه ملك نفسه عشان يبقى له الحق إنه يموت من أجلي ومن أجلك وذكرت كمان البدلية البدلية دائما يعني شخص بموت بديل عن شخص آخر آه وده يسوع المسيح صح بس هو مش هيموت عن شخص لا هو مش هيموت عن شخص بس مات بديل آه أنا اللي لازم أموت صح أو أخذ مكاني طب أخذ مكانك أنت بس ولا أخذ مكانك ومكاني أخذ مكان ومكانك ومكان كل البشر إذن لازم قيمته تساوي أو تزيد عن قيمة كل البشر وده المسيح لأنه الله الذي ظهر في صورة إنسان فبقى المسيح إنسان بلا خطيئة قيمته تساوي أو تزيد عن قيمة طبعا قيمته تساوي تزيد عن قيمة العالم كله لأنه مكتوب عنه في إنجيل وحن أصحاح واحد كل شيء به كان هو الخلق العالم فهو أعظم من العالم وبغيره لم يكن شيء مما كان ثم ملك نسه له الحق له الحق أنه يموت نيابة عني وعنك لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد فإذا النقطة الأولى أنت ذكرت أنه ليعيد سلطان الإنسان المفقود بسبب الخطية وحكيت أنه حتى يتمم الفداء والبدلية أيوة وهذا بقود يعني أنا كاتبها كمان منك طبعا كاتب السبب الثالث لنتمتع طبعا نحن الخطاب بالبنوية وهذا شيء عظيم في المسيحية إذا ممكن تشرح هاي الفكرة حاضر بس في كلمة عايز أضيفها على النقطة النبرة 2 أنه يذوق مش بالاستحقاق لكن يذوق بنعمة الله فهو لا يستحق أن يموت في شخصه لأن أجرة الخطيئة هي يموت عمل كم خطيئة عشان يموت لا ذاقة بنعمة الله نعمة الله التي اتجهت إلينا جعلت المسيح يذوق الموت فهو لا يستحق أن يموت لكنه ذاقة بنعمة الله فهو لا يستحق أن يموت واضحة حاضرتك فذاقة أنا أذوق الموت بنموس الله بقنون الله بعض لله لكن المسيح بعض لله لا يستحق أن يموت لكنه مات بالنعمة مات لكي يظهر النعمة للخطاة ويتمم الفداء والبدلية النبرة 3 حاجة حلوة جدا جدا يقول لك كده حضرتك شايف كامل الجميل يقول لأنه لاقى آية عشرة أصحاها اثنين آية نفس الأصحاها لأنه لاقى بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل هنا بتكلم عن الله الآب وهو آت مش بعبيد وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد أن يكمل رئيس خلاصهم خلاصهم بالإمان بالآلام يعني المسيح أكمل العمل بالآلام وأكمل العمل على الصليب وبيع الله عن طريق عمل المسيح يحضرنا إلى السماء مش عبيد لكن بأبناء أبناء كثيرين إلى المجد والأبناء دولة يقول في فرصة الرومي أنهم يكونون مشابهين صورة ابنه الله من كتر إعجابه ومحبته لابنه عايز يملى بيته مش من ملاك ولا من عبيد لكن من أشخاص مشابهين صورة المسيح نحن الأبناء فالله لاقى به عشان يجبنا إلى المجد كأبناء أن المسيح يكمل مشوار الطاعة يكمل مشوار الطاعة إلى الصليب وبالتالي حصلنا نحن الخطاه على البنوين مين كان يصدق أني أنا أبقى واحد من أولاد الله أما كل الذين قبلوه في محن واحد أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله المسيحية بتنادي أني الخاطئ الشرير عن طريق عمل المسيح الكامل يكمل رئيس خلاصهم بله يستطيع أن يصبح واحد من أولاد الله لكن يكمل يقول في نفس الجزئية دي يقول لأن المقدس لأن المقدس والمقدسين مين المقدس؟ ده المسيح ومين المقدسين؟ دول المؤمنين بالمسيح جميعهم من واحد ولما رجعنا لأصل كلمة واحد دي لأنها من صنف واحد المقدس اللي هو المسيح وأنا أنا يعني حاجة لا يصدق العقل أنا والمسيح بيقينا من صنف واحد لأنه كثاني بيبره فلأن المقدس والمقدسين جميعهم من واحد فلهذا الثبب لأننا من صنف واحد بس هو هو اللي دينا البر بتاعه احنا في زواتنا خطاء ومساكين فلهذا الثبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة قائلا وروح يستشهد بمزمور 22 اللي هو بتكلم عن الصليب واللي بيبدأ بإلهي إلهي اللي ماذا تركتني ويقول لي فيه الآية المشهورة ثقب ويدي ورقلية يستشهد بمزمور 22 آية 22 يقول لا يستحق أن يدعوهم إخوة قائلا أخبر باسمك إخوتي وفي وسط الكنيسة أسبحك في مزمور 22 أخبر باسمك إخوتي في وسط الجماعة كان لسه إعلان الكنيسة في ألف في وسط الجماعة في عبرانين فصلها الجماعة دي هي الكنيسة أخبر باسمك إخوتي فاكر حذرتك بعد القيامة ألا أقولي لإخوتي يا سلام على العظم يا سلام على النعمة أن الله المسيح تجسد لكي نتمتع نحن الخطاح بالبنوية أنت مش مكسوف أنك تدعونا إخوتك لا يستحي أن يدعوهم إخوة واللي هي تعليق في الحتة دي بس حضرتك لو عايز تقول حاجة لا تفضل أخوات يوسف راحوا أرض مصر ويوسف عرفهم بنفسه وقال لهم روحوا أدهم عقلات وقابوا أبوهم يعقوب وأخوات يوسف حضرتك كانوا شغالين رعاة غنم والكتاب في السفر التكويني قول كل راعي غنم رجس عند المصريين حضرتك حارفة أن يوسف كان الرجل الثاني في مصر يعني فرعون اداله الخاتم بتاعه وسماه صفنط فعنيخ يعني مخلص العالم ويوسف ده كان شخصية عظيمة جدا 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 كل راعي غنم رجس عند المصريين يعني المصريين كانوا يعتبروا يعتبروا رعاة الغنم دولة حاجة إيه حاجة ركسة حاجة مش نظيفة فيوسف يقولهم لما تدخلوا الفرعون وسألكم ما هي صناعتكم حسك عينك يا واد انت وهو أوعى تقولوا أن إحنا رعاة غنم بلاش تكسفوني تخيل لا قال لهم إذا سألكم فرعون ما هي صناعتكم تقولون عبيدك رعاة غنم طب بعد كده يقول لأن كل راعي غنم رجس عند المصريين يعني المفروض يقول إيه المفروض أوعى تقول أن أنتوا رعاة غنم قولوا بنزرع قولوا بنعمل قولوا نقارين أو أحد منكم يقول لا قالوا لأخواتي وأنا مش مكسوف إن أقول لأخواتي بس دولة رعاة غنم بس كل راعي غنم رجس قال برضو أنا أتشرف بيه يا يسوع دحنا شوية خطاة ومسكين ولينا ماضي مشين قال بس أنا قدستكم وأنا أنا سيداني ده وليس أحد ينزل وأنا وأنا وليس مكسوف أني أتشرف بيكم وأقول لأن المقدس والمقدسين جميعهم من صنف واحد فلهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة قائلا ورح يستشهد شاهد الكتاب حلو إزاي بيستشهد العهد القديم وعهد جديد قائلا أخبر بإسمك إذا هو مزمور 22 يتكلم عنك قال آه هو دوت حد يساقى بأيديه ورقليه لا أخبر بإسمك إخوتي في المزمور في وسط الجماعة هنا في وسط الكنيسة أسبحك فلكي نتمتع نحن الخطاه بالبنوية لقد دلوقتي الثلاث أسباب لكي يعيد بسبب الخطيئة لكي يتمم الفداء والبدلية لكي يكون هو الفادي ودرق قليل عن الملائكة لكنه أنجاز عظيم جدا وتمم الفداء فهو أعظم من الملائكة رغم أنه في ردبة إنسان والإنسان أقل من الملائكة في ردبته لكن المسيح أعظم من الملائكة لأنه تمم الفداء والبدلية نمرة ثلاثة لكي نتمتع نحن الخطاه بالبنوية أنا وإنت حلين أولاد لله عن طريق أعمل للمسيح آمين 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 رحلنا واصل حديثنا أخ باسم لكن أحب أعطي فرصة لكل مشاهد شفته يعني الجوهر المهم في المسيحية وشوف كل موضوع السماء وكل موضوع الأزمنة وكل يعني الله شغله الشاغل هو أنت أنت موضوع لذته موضوع محبته موضوع عنايته موضوع اهتمامه موضوع فداءه فكل هالعملية هاي من أجلك ومن أجلي حتى مكتوب عن يسوع يأتي بأبناء كاثرين صرنا أولاد بالتبني ليفتدي الذين تحت النموس لننال التبني رح نواصل الحديث مع الأخ باسم حب أعطي فرصة كمان إذا عندك أي سؤال فيك تتواصل فيك تكتب على الفيسبوك وممكن يعرض سؤالك في هذه الحلقة ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل موسيقى 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 لماذا تجسد المسيح؟ طبعا أنا أحب أسمع منكم أحب أن تتواصلوا أرقام الهواتف موجودة على الشاشة أحب أسمع منك وكان الرد هو يعني معظم الرد كان من الرسالة إلى العبرانيين الإصحاحة اتنين وبعد إذنك دكتور أنا يعني بذكر الثلاث نقاط اللي حضرتك ذكرتين كمان مرة ليعيد سلطان الإنسان المفقود بسبب الخطية ليتمم الفداء والبدلية وذكرت بإسهاب طبعا عن موضوع إنسان إنسان كامل عنده مواصفات الفادي والشروط اللي اللي بتخلي يتصف فيها هذا الفادي إنه كامل بلا خطيط بلا خطيط كفارته بتنفع لكل البشرية مش لواحد لأنه قيمته غير محدودة طبعا قيمته لأنه الله الظهر في الجسد فقيمته تساوي أو تزيد عن قيمة العالم طبعا تزيد عن قيمة العالم حطه في الميزان وحطه كل البشر هتلاقي الكفة بتاعته نزلت وطبعا الشيء التالت إنه حتى نصير أبناء وبنات للرب بالتبني طبعا هذا بالإيمان لنتمتع نحن الخطاب بالبنوية لا قبزاك الذي من أجله الكل وبه الكل وهو آتي بأبناء كثيرين إلى المجد أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام لأن المقدس اللي هو يسوع والمقدسين اللي هم إحنا جميعهم من واحد فلهذا السبب لا يستحق أن يدعوهم إخوة وكده في آية 13 ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الله لما يدخل بنا للمجد يقول له ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم وطبعا إحنا إحنا إذا منستمر في آية 14 منشوف كمان في يعني سبب آخر لتجسد يسوع المسيح شاركنا فيه بيقول لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس ويعطق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية فبقلت نمر أربعة لكي يبيد المملكة الشيطانية ويعطق يعطق من الخوف من الموت ويعطق من العبودية يبقى سببين لكي يبيد المملكة الشيطانية ولكي يعطق ويحرر من الموت والعبودية في الحقيقة الشيطان في شره أعدى الصليب للمسيح وأهاج اليهود وأهاج الرمان وخليم يتحدوا مع بعض وعمل للمسيح صليب ولم يكن يعلم الشيطان أن في الصليب إبادة وصحق رأس الحية كان في وعد زمان وعد زمان لآدم أن نصر المرأة يصحق رأس الحية فالمسيح بموته على الصليب أباد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس إبليس يسقط الناس في الخطيئة والله عنده قانون اسم أجرة الخطيئة هي موت فإبليس يسقط الناس في الخطيئة وبالتالي الناس يموتوا يموتوا حرفيا ينفصل روحهم عن جسدهم ويموتوا روحيا ينفصلهم عن الله بسبب الخطيئة ويموتوا أبديا لما ينفصلوا عن الله إلى أبد الأبدين من السبب في القصة دي؟ الشيطان فالمسيح أباد بالموت السلاح بتاع إبليس أباد به إبليس فإبليس عمل المسيح صليب المسيح بالصليب أباد أباد إبليس بنفس سلاحه الترنيم بتقول وداس الموت بالموت داس الموت بالموت تفتكر حضرتك داود لما كان في حربه مع قليات القبار فرح ضرب قليات بالحجر فارتز الحجر في جبينه فسقط القبار راح داود عمل ايه راح اخذ السيف بتاعه وقطع به رأسه يبقى يا داود استخدمت السلاح بتاع مين في إبادة مين قال استخدمت السلاح بتاع قليات في القضاء على قليات ايه السلاح اللي في ايدك يا ياشطان هذا الخطيئة والموت فالمسيح قال لك أنا بالموت سأبيد له من له سلطان الموت ليبيد بالموت شايف العظمة ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس وبالتالي يعتق من الخطيئة ومن الخوف من العبودية ويعطق أولئك نحن حالين أحرار نعم يعطق أولئك الذين خوفوا من الموت كانوا جميعا كل أيام حياتهم تحت العبودية أنا عاوز أقتبس النقطة الخامسة لماذا تجسد المسيح ذاكرة طبعا كمان من العبرانين صحة 2 ليكون رئيس كهنة ويكفر عن الخطيئة إذن إحنا دلوقتي أصبحنا أحرار حتى الموت اللي كانوا يخافوا منه حتى المؤمنين بتقول لهذا القديم كان الموت ملك الأهوال ومرعب ومخيف إحنا حلين الموت لا يخيفنا صح؟ يعني ما حدش في العهد القديم استطاع أن يقول له الحياة هي المسيح والموت هو ربح لكن دلوقتي إحنا محررين حتى إحنا مش خافين من الموت شايف الموت اللي الناس تترعب منه إحنا من خافش دابولس قال لي اشتهاء أنا أنطلق وأكون مع المسيح ذاكرة أفضل جدا ده بسبب الصليب نمر خمسة لكي يكون رئيس كهنة ويكفر عن الخطيئة إحنا بنجيب آيات يعني آية وراء آية بتورينا في هذا الجزء لماذا تجسد المسيح يقول كده آية 17 من ثم كان ينبغي أن يشبه إخواته في كل شيء طبعا يشبه إخواته في كل شيء ما عدا الخطيئة المسيح إنسان بنسبة 100% ما عدا الخطيئة القدوس المولود منك وهنا الناس بتسأل هو هو الله يجوع هو الله يضش هو الله يتعب هو الله ينام هو الله يبكي بنقول ما جماعة المسيح هو الله بنسبة 100% وإنسان بنسبة 100% بصفة إنسان جاع جاع أخير إنسان لكن بصفة الله قال من يقبل إلي فلا يقوع عطش وقال السمرية أعطني لأشرب وأصيب قال أنا عطشان لكن مرة تانية قال إن عطش أحد فليقبل إليه وأشرب أنت بتقوع ولا بتشبع القياع قال الاثنين بتعطش ولا بتروي العطاش قال الاثنين تعب يسوء وقال بيتعب لكن قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم لا يكل ولا يعي لا يكل ولا يعي مع أنه تبتعب يسوء بتقعب بصفة إنسان بصفة الله بيريح التعابة خذ النمر أربعة بينام كان في مؤخر السفينة نائما بعدين قام وانطهر الريح وقال البحر أسكت إبكم أنت بتنام ولا بتنيم البحر بتنام ولا بتنيم البحر نام باعتباره إنسان ونيم البحر أسكت إبكم فنام البحر بينام باعتباره إنسان وبين نيم البحر بتبكي ولا بتعزي الباكين بكى يسوع لقبر العازر بكى العازر هلوم خارجا اللي بتبكي فرحد فهنا بقى يقول كده من ثم كان ينبغى أن يجبه إخواتي في كل شيء لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا في مل الله حتى يكفر خطايا الشعب قلت كده لكي يكون رئيس كهنة ويكفر عن الخطايا في العهد القديم في العهد القديم كان فيه كهنة يقدم ذبائها وكان فيه رئيس الكهنة كل سنة في يوم اسمه يوم الكفارة العظيم في سفر اللويين أصحى 16 يقدم زبيحة في يوم الكفارة العظيم ويدخل بدمها إلى قدس الأقدس وإذا بيه حدي جدير بالذكر أنه كان يقدمها عن نفسه وعن خطايا الآخرين يعني حتى رئيس الكهنة كان محتاج كفر عن نفسه أما يسوع رئيس كهنة أعظم أعظم من هارون وأعظم من كل رؤساء الكهنة اللي منعوا بالموت عن البقاء دخل إلى الأقدس بدم نفسه فصار هو رئيس الكهنة وهو نفسه الزبيحة دخل بدم نفسه إلى الأقدس فوجد فداء أبديا ويتقلع عنه هنا حتى يكفر خطايا الشعب رئيس الكهنة زمان كان يقدم تسين تس للرب يقدمه زبيحة يدخل بدم الأقدس والتس التاني اسمه تس عززيل يحط إيده عليه ويعترف بخطايا الشعب خطايا نفسه خطايا الشعب ثم يطلقه في الصحراء فا كأنه حامل الخطايا يجري في مكان مجهول فين الخطايا راحت بس بصورة رمزية المسيح هنا كرئيس كهنة مش قدم تس ولا قدم خروف لكن قدم نفسه ودخل إلى قص الأقدس وصار هو رئيس الكهنة ورئيس الكهنة ويكفر يكفر عن خطايا الشعب وديني مراء خمسة بعد إذنك حابب أخذ مكالمة وصلتنا مكالمة عن طريق السكايب من موريتانيا أهلا وسهلا فيك في برنامج ليك النور أنت معانا على الهواء مساء الخير أهلا وسهلا فيك أنت معانا على الهواء أكيد معاكم على الهواء بس معاكم بصورة واضحة حابب بشكرك الأخ نزار وكمان بشكرك المتكلمة على هذا الطرح الجميل كانت خلينا نكمل 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 فإذا أنت حكيت خمسة ليكون رئيس كهنة ويكفر عن الخطايا نمرة ستة نمرة ستة لكي يعطي المعونة الحقيقية يقول كده فاية 18 كان رئيس كهنة بعتباره رئيس كهنة لأنه فيما هو قد تألم مجربا لأنه يقدر أن يعين المجربين نعم سمعت عن التعبير كده المثل داي اللي يقولك اسأل مجرب ولا تسأل طبيب نعم اسأل مجرب ولا تسأل طبيب كم بالأحرى لو كان الطبيب عانى من نفس المرض أو من نفس الوجع اللي بيعاني منه المريض أنا حددتك قاريت في كتب الطب كتير عن المغس الكلوي وعليكت مرضى كثيرين من المغس الكلوي لكن في يوم الأيام جان المغس الكلوي جان المغس الكلوي فيوميها فقط حسيت بمعاناة اللي عنده مغس كله لما كان يجينا واحد يقول لي عندي مغس في الحتة دي ومش قادرة تكلم أقول له استن أنا حاسس بيك ليه حاسس بيك مش عشان قريتها في كتب الطب ولا عشان الطب بيقول ادي له لأني أنا اختبرت اكتست في ذات الطريق في الحقيقة الله قبل التجسد في المسيح طبعا يدرك كل شيء يعني لو واحد مثلا فقير وقال له الله أنا فقير الله عمره بيقول له يا مني أنا مش حاسس بيك معرفش أنت بتحسي بايه لا الله طبعا يعني كامل الإدراك قبل التجسد وبعد التجسد إلى أنه إلى أنه أنا لما كن بكتاز ظرفه معين صعب وأجري على المسيح وأنا أتأمل فيه باعتباره اكتاز نفس الظرف اللي أنا اكتزت فيه مش ده بتأملي في شخصه كمان اكتازه في ذات الموقف مش دايد ديني معنا فلو أنا مثلا على سبيل المثال لو أنا مظلوم وظلم كتير في العالم يا أخ نظار في هذه الأيام مش كده برضو نعم لو أنا مظلوم فأجري أركع وأتأمل في المسيح باعتباره مظلوم مش بكتوب عنه في أشياء تاتة وخمسين ظلمة أما هو فالتزلل ففرصتك يا أيها الأخ المؤمن المظلوم أنك تجري كالمسيح تجري للمسيح باعتباره رئيس الكهنة باعتباره إنسان ظلم اتأمل فيه طبعا هو قبل التجسد يشعر بظلمك لكن ما كانش فيه فرصة أني أتأمل فيك المظلوم لكن أنا حاليا أقدر أركع وقول له أنا وأنت مظلومين وأنا أستاهل أني أبقى معاك في نفس الخانة وفي نفس الموقف يا سلام يا من ظلمت فأجد فيه ظلمه معنا أجي مرة تاني أكون فقير المسيح فيما هو قد تألم مجربا كان فقير اللي خلق العالم كله ده كان فقير آه كان فقير في ميلاده إذ لم يكن لهم موضع في المنزل قمطته وأدقعته في مزود في حياته كان للسعالب أو جرى ولطيور السماء أو كار أما ابن الإنسان فلم يكن له آينا يسند رأسه لم يكن يمتلك دينار لما مرة قالوله نعطي جزي لقيصر أم لا نعطي قال طب فيه دينار في جيبي ورحم طلعه وقال لي من هذه الصورة وهذه الكتابة لا طلعش من جيبي قال أتوني بدينار طب أنت ممعكش دينار لا مموش دينار إذن لما أنا أكون فقير إيه لي الدين المعونة دي الدين المعونة أروح لو هتغني أقول له الديني شوية فلوس ولا مصاري لا إذن لدي المعونة أني أركع وتأمل في المسيح الذي افتقر وهو غني طب لو في خدمتي قالوا عليه مجنون ينفع أخذ معونة من المسيح حديثك عاستو أقول حاجة تفضل أو عاستو أتاني دي أنا أسمع أه لو أنا في خدمتي قالوا عليه مجنون ممكن تقالوا لها حديثك مجنون طب ممكن أحصلتش مجعب بك حصلت حصلت طب إيه لي عزيني اللي عزيني أجري المسيح كاليسة كهنة وقد تألمه مجربا أقول استهنى عايزة أتأمل فيك قال قالوا عليك أريبك أقاربه خرجوا ليمسكوه خلي بالك من أقاربه أريبه يعني يمكن عيال خلط ولا عيال عم ولا حاجة وراحوا للقدسة المطوبة مريم قال لها ابنك ضح يفضحنا في البلد ده لازم يوارض على طبيب نفساني يا سلام يا يسوع تعزيت أو يا يسوع لما قالوا علي مجنون تعزيت في إيه جريت عليك كاريسة كهنة ووجدت في شخصك قد تألمت مجربا تقدر تعيني أجد في شخصك المظلوم عزاء في ظلمي أجد في شخصك الفقير عزاء لفقري أجد في شخصك كالمتهم أنك مجنون عزاء لتهمتي أجد في شخصك الذي قيل عنك بك شيطانا وببعض زبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين عزاء لتهمتي أجد في آلامك عزاء لآلامي يعني إيه اللي عزيني ويديني معونة لو أنا من أجل المسيح لطمت أجري أجري وأرى الآية حين إذن أخذ يسوع بلاطس وجلده ودفر العسكر إكليلا من شوق وضعوه على رأسه وكانوا يلطمونهم أفلطمت يسوع دي معونة لي إذا لطمت جمعوا عليه كل الكتيبة فحين إذن لكموا وآخرون لطموا وبثقوا في وجهه أي نوع من الآلام أكتاز ومش بسبب شر آلام بسبب البر أو آلام أكتاز فيها كامتحانات إلهية تأت المعونة من تأملي في المسيح الذي تألم مجربا يقدر أن يوحين المجرب حتى لو خدوني يسلبوني مش هلاقي معونة في صلبي فيش حاجة تديني معونة في صلبي غير إني وأنا بأصلب أتأمل فيما من تألم مجربا فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يوحين المجرب هكذا كل أنواع الألم نفسية كانت أم قسدية ما ليش بيتنام فيه كل واحد مضى إلى بيته أما يسوف فمضى إلى قبل الزيتون حتى لو واحد باعني وخانني أقول إذا دنت باعوك دنت دنت يهوزة باعك يا سلام وأنا بعوني يا رب وأنا واحد أنكرني يا رب وأنا واحد خانني يا رب أجد في المسيح أجري كل موقف أجري للمسيح وأجد إنه فيما هو قد تألم مجربا هناك إنسان لماذا تجسد المسيح لكي يعطي المعونة الإلهية خلينا أحط في سياق الحديث أقرأ الآيات حتى اللي بيتبعنا بيتواصل معنا يعرف عن إيش أنت بتتكلم من آية 14 فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشتركه أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس ويعطق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية لأنه حقا ليس يمسك الملائكة بل يمسك نسل إبراهيم من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا فيما لله حتى يكفر خطايا الشعب لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين أمين 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 طيب هل في نقطة أخيرة لأننا شايف خلصنا أصحاح أثنين خلاص في واحدة جبناها من تمساوس الأولى أصحاح 3 آية 16 طبعا في أسباب كتيرة لتجسد المسيح لكن احنا جبنا ستة جبنا سبعة ستة منهم من أبراني 2 واحدة منهم في تمساوس الأولى 3 آية 16 في تمساوس الأولى أصحاح 3 آية 16 بيقول عظيم هو سر التقوى عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد يبقى من المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد زي ما إنجيل يوحانا صح واحد يقول في البدء كان الكلمة كان حتى مش كانت إنه شخص في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله أي 14 الكلمة صار جسدا الله وكلمته قبل التجسد واحد ولا اثنين أنا وكلمتي واحد ولا اثنين واحد يعني آسف جدا جدا مش هيحصل مش هيحصل دبا لو أنا حضرتك اطلعت من فمي كلمة فيها إساء لحضرتك لو سمحني يعني مش هيحصل دبا لو شتمتك أنت قلت لي أنت بتجتمني ليه أقول لك لا دل شتمتك كلمتي تقول لك أنت مجنون أنت وكلمتك واحد فالله وكلمته قبل التجسد واحد المسيح كلمة الله وده معروف عندي ناس كتير عن المسيح هو كلمة الله الكلمة صار جسدا يبقى إذن الله وكلمته واحد الله الكلمة وكان الكلمة الله في آية 14 الكلمة صار جسدا يبقى الله وكلمته قبل التجسد واحد يبقى الله وكلمته بعد التجسد واحد يبقى إذن دي من منطلق يعني من ناحية معينة المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد فنمر سبعة لكي يعطيك سر التقوى الحقيقية عظيم هو سر التقوى إيه سر التقوى بقى ذه إنه الله ظهر في الجسد الله ظهر في الجسد تبرر في الروح الروح القدس برروا عمل شوالة خطية تراء لملائكة في أشعية ستة الملائكة مغطين وجوههم مغطين رقلهم هذا ينادي إذن قدوس 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 لا المسيح بميلاده وتجسده تراء لملائكة الموضوع ده بيقول لك إيه ده سر التقوى تحب أقول لحضرتك سر أقول للمشاهد يعني سر يخليك تقي أقول لي الله ظهر في الجسد تقول لي طبي ده يعني خليني تقي إزاي التقوى هي مخافة الله التقوى هي احترام الله في السر أني أنا بتقي الله باحترمه وأدره إيه اللي خليني أحترمه وأدره وارفض الخطيئة وأطيعه الرسول بوليس قال لي تمساوس حقولك سر سر يخليك تقي قول يا بوليس قال له الله ظهر في الجسد فيقوله طب وظهر في الجسد وبعدين يعني ما نقولنا لما ظهر في الجسد يا عرف عبرانيين تمم الفداءه البدلية وأبدا المملكة الشيطانية وأعتقنا من الخطيئة وتمتعنا إحن الخطاب البنوية وحاجات كتيرة جدا عمعتم تجسده وكفر الخطيئة ومات مع عشانك وتجسد عشان يموت أساسا ياه الله العظيم من أجلي اتجسد عشان يقدر يموت ويفديني ويعتقني من خطيئة طب ده أنا من النهار ده سوف أتقيه ده أنا حبيته قوي 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 مش الله البعيد عني ده الله الحس بي واللي حل مشكلتي واللي تجسد عشان يفديني أتقيه ولا لأ طبعا أتقيه خوفا منه ولا حبا لي حبا لي هو ده الله عايزه الله مش عايز عبيد يخافه ويترعبه منه العساني وديهم جهنم لا الله عايز ناس يحترموه يقدروه يقدروا شخصه أحبه قال المرنم أني أحب الرب لا لأربح النعيم ولا لكي أنجو من العذاب في الجحيم لكن أحبه لأن حبه لي يحلو وهو الذي من فضله أحبني قبله أنت بتتقى ربنا آه ليه في السر ومحد شايفني عشان ظهر في الجسد أنت بتعرفش الله عمل إيه عمل إيه ظهر في الجسد بعد الده كله وبعد اللي عمله كله ده عشاني المشوار الطويل من المجد للمزود ومن المزود إلى الصليب كل ده عشاني خاطري أنا وانت بش عايزني أتقي الله الله يدعني سر بيه أصبح تقي عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد طبعا الحكيم اللي بيسمع واللي بينتبه لهذا الموضوع الهام جدا أخ زكريا أنا بشكر رب من أجلك وضحت عدة حقائق لماذا تجسد المسيح وأنا متأكد لو حطينا كل هذه باختصار شديد هو بكل بساطة لأنه بحبنا أجا عشان يخلصنا أجا لأنه عاوز يرجعنا بعلاقة حميمة مع الآب حتى نكلزته وشركته وعلاقة حميمية مع الآب اتجسد عشان يعني فيك تحط كل الأسباب الحلوة لتجسد المسيح لو لم يتجسد المسيح لكننا أشكال خطاء وفعلا ما فيش حل لمشكلة أو معضلة الخطيئة إلا بتجسد المسيح وموت المسيح الكفاري البديل النيابي عني وعنك وقيامته من بين الأموات صار إلي حياة صار إلي الدخول إلى الأقداس بجرأة بثقة بإعلان لأنه فيه شخص أحبني ودفع كل الثمن من أجلي ربنا يباركك شكرا جزيلا ربنا يباركك ويستخدمك ويقودك من مجد إلى مجد أحب في النهاية أحب أقول لكل مشاهدينا أحب بشكل أو بآخر كل الموضوع يعني موضوع محبة الله في ملء الزمان جاء من أجلك وجاء حتى يموت على الصليب ويقومني الأموات حتى أنت وأنا نحصل على التبرير الكامل وننال الحياة الأبدية هذا هو كل غرض التجسد بحب أسمع منك تواصل معنا اشتركوا في القناة